بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تصريحات كتير لوزير التعليم اليومين دول شاملة أولى وتانية وحتى اللي هيطلعه ثالثة السنة الجاية يعني شاملة السنة دي والسنة الجاية التصريحات آخر تصريح من وزير التعليم بخصوص سنة تانية السنة دي اللي هيطلعه ثالثة ثالثة ان شاء الله السنة الجاية هتبقى بالدرجات مش بالألوان والدرجات هتبقى من ربعمائة وعشرة للتنسيق العادي الطبيعي عشان الجامعات ونظام الأسئلة هيبقى نظام الأسئلة الجديد والتقييم الإلكتروني يعني هيبقى نظام الأسئلة اللي هيبرر الكتاب النظام اللي انتو شفتوه السنة دي هو هو هيبقى السنة الجاية ولكن النتيجة مش ألوان على الرغم ان هو كان بيشكر في الألوان والناس بتشكره على الفيس ومش عارفين من الألوان ده نظام تقييم جديد ونظام تقييم حلو فقال لك لا مش هتبقى ألوان هتبقى درجات ليه هتبقى درجات؟ علشان تنسيق الجمعة كل جامعة أيضا سيكون لها درجات معينة ونسبة معينة فبالتالي لا ينفع الجامعة تقول لك مثلا لو أنت في لون الأحمر سأخذك لو أنت في لون الأزرق لا لا ينفع لك فبالتالي التقييم هيبقى تقييم درجات فقط من نظام أسئلة التابلت وهذه مشكلة بالتالي أنت ممكن أن تقوم بزاكر زاكر ولم تجد شيئا من ذاكرتها طبما يطالب دقيقة هيعرف كيف هيعرف كيف يجعب كيف يجد شيئا من بره الكتاب طبيعي أنه هو ممكن بأول مرة يشوفها فهي لا يستطيع أن يستوعب الموضوع أنا أرى أن هنا مفروض يجعل ثلاثة على نفس النظام يعني أنا من رأيي الشخصي أن يجعلها نظام بوكلت وبنفس الدرجات ونفس كل شيء لا يجعلها لا يجعلها تمشي على النظام الجديد ليس دلوقتي ليس وقته خلص أن نطبق هذا الموضوع على ثلاثة سنة والتي تعتبر مستقبل لأولادنا هذا مستقبل أولاد فمستقبل أولاد يضيع في سؤالين من بره الكتاب ويعني يضيع مجهود سنة ومجهود السنين كلها اللي فاتت ده أنا شايف أنه هو مش مبرر بس يمكن تتغير يمكن على مال ما أنتوصلوا السنة الجاية إن شاء الله ممكن من الدنيا تتغير يا إحساة لعلاح قرار ما ينفعش أن يغير نظام الأسئلة بس المطلوب منكم سواء بقى النظام تغير ما تغيرش زي ما هو المطلوب منكم أن تتذكروا وتخليكم بعيد عن الكلام ده خالص زي ما يكون النظام هنشتغل عليه وخلاص وربنا هيكرمنا وتأكد أن أنت طالما تعبت ربنا إن شاء الله مش هيضيع تعبكو على الفاتح أنا عارف أن فيه ناس بتذاكر كتير جدا وجدت لشكاية وكتير أن الناس بتقعد تذاكر تذاكر وفي الآخر بيلاء نفسهم زيهم مثلا زي واحد مذاكرش خالص لأن ما فيش حاجة من اللي ذاكروها جدت فيه ناس مش متعودة على النظام الجديد مش قادر تتعود عليه أو تتأقلم عليه فيه ناس متعرفش غير أنه هي تحفظ الأسئلة والأجوبة تحطها في حتة تانية هتلاقيها وقعت منك فالمفروض كان يبقى فيه تدريب أطول من كده مدة زمنية كافية تتدربه على النظام الجديد كويس لكن أنتوا يعني يا دوبة هو لسه النظام الجديد وهتخشوا في سنة تالتة على النظام الجديد وبالدرجات والكلام ربنا معاكو وربنا وفاكو أهم حاجة ذاكروا شكرا والسلام